معركة دبلوماسية بريطانية في مجلس الأمن لإيقاف هجوم عسكري وشيك للتحالف على مدينة الحديدة فعلى نحو المفاجئ دعت بريطانيا إلى عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات في اليمن في ضوء التصعيد الذي تشهده محافظة الحديدة وعاصمتها التي تمثل أكبر تكتل سكاني غرب البلاد البعثة الروسية التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن أكدت من جهتها أن جلسة المشاورات المغلقة مخصصة لمناقشة تداعيات القتال الدائر حاليا حول مدينة الحديدة على وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أنحاء اليمن وذلك قبل سبعة أيام من جلسة المناقشات الدورية للمجلس والمقرر أن تخصص الاستماع إلى إحاطة من المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث المقرر أن تتضمن إطار عمل للمفاوضات السياسية المقبلة بين أطراف الصراع وتأتي التحركات البريطانية الحديثة إثرة تصريحات منسوبة لوزارة التنمية البريطانية أكدت فيها أن الهجوم العسكري على مدينة الحديدة يبدو شيكاً رغم ما تبذله بريطانيا عبر القنوات الدبلوماسية لمنع هذا الهجوم وأوضحت الوزارة أن الإماراتيين في اليمن أبلغوا الجانب البريطاني بأنه سيسمح لمدة ثلاثة أيام لكي يغادر أفراد منظمات الأمم المتحدة وشركاؤها مدينة الحديدة وبالتزامن مع نعقاد الجلسة العاجلة لمجلس الأمن حول اليمن أفادت أنباء لم يتسنى التأكد منها على الفور بوصول المبعوث الأممي مارتين جريفث إلى أبوظبي في إطار الجهود المبدولة لوقف التصعيد العسكري في الحديدة سباق محموم إذن بين الجهود الدبلوماسية البريطانية والتحركات العسكرية للتحالف التي تتسارع في محيط مدينة الحديدة حيث تشير الأنباء إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت خلال اليومين الماضيين في منطقة الدريهمي وباتت معها القوات الحكومية المدعومة من التحالف على مسافة عشرة كيلومترات جنوبية المدينة حتى الآن لا يبدو واضحا ما إذا كانت جهود الساعة الأخيرة التي تبذلها بريطانيا ومعها المجتمع الدولي في إطار مجلس الأمن يمكن أن تنجح في إيقاف الهجوم الوشيك على مدينة الحديدة التي تضم أكبر وأول ميناء للبلاد على ساحل البحر الأحمر قياسا بحجم الواردات التجارية والإغاثية التي تصل إلى البلاد